كلنا شفنا في الفترة الأخيرة نجوم كتيرة جسمها وشكلها تغير في أعمالهم منهم النجم أحمد ميكي، ياسر جلال، غادة عادل ورانيا يوسف وغيرهم كتير الكابتن محمد أبو النجا ترينر الأشهر في مصر هو السير تعالوا نعرف منه أكتر وكمان نعرف كواليسه مع الفنانين اللي بيدربهم الكابتن محمد أبو النجا مدرب النجوم واللي بيخليهم يظهروا بلوك جديد وإزاي بيسمعوا كلامه هيقول لنا النجم جاي عنده ترجمة عنده هدف عايز يعمل فمضطر أنه هو يسمع الكلام وعنده القابلية أنه هو يتقبل أي أوردر لأنه عنده ثقة في المدرب بتاعه طالما جات له الثقة دية وشافها وحس بيها بيسمع الكلام جدا بالعكس ده هما ملتزمين جدا جدا لأنه عندهم وقت قصير قوي أنه هما يشتغلوا فيه علشان يجيبوا نتيجة إيه ما داخل مسأسل إيه ما داخل فيلم عنده عمل فني لازم يعمله بالشكل اللي هو لازم يدخل بيه فالحمد لله أنا يعني ناجح معهم في الحتة ديت وهوما شايفيني نتايج الكابتن بيختار نظام محدد لكل فنان وفنانة وبيبدأ معيهم بإيه هنعرف منه الفنان زي وزي أي شخص عادي هي موضوع تبريب أكي أنك داخل معسكر تبريبي تماما ما كوش أي خلال نبدأ بالفتنس الأول اللازم يعلى الليفل فتنس بتاعه يعني الخضرات الرياضية طبعا بنبدأ من البداية خالص أن نفسه يكون متحسن كويس عضلات تكون مؤهلة دوت يقدر يستخدم الأوزان ويستخدم الجيم زي وزي أي حد عادي فطبعا بنبدأش الداية قوية كلها أوزان وعضلات هيزهق ويتعب ويجي له ملل ومش هيلاقي نتيجة بنبدأ بداية جراديول واحدة واحدة كده بنشتغل هو بيلاقي نتيجة ويلاقي الموضوع سهل فبيحبه فبيكمل نجوم كتير ما كانتش بتحب الرياضة وبعد كده حالهم تغير هم مين وإيه حكاية النجمة أحمد السقب تعالوا نعرف في كتير منهم جايين مش حابين الرياضة أنا جاي الجيم جاي مضطرة علشان أعمل شكل معين في الشكل ده هو اللي هيوصلني لنتيجة الدور اللي أنا دخليه فلما بيلاقي النتيجة سهلة بيكملها رياضة كلايف ستايل اسلوب حياتي منهم أستاذ أمها أحمد دي حبيبتي جدا يعني من الناس اللي ما كانتش بتحب الرياضة تلعت رياضية جدا وحبت الرياضة وحبت الجيم وناس كتير سقق عمره ما كان بيحب يشيل حديد لكن لما جرب بسم الله يا ما شاء الله من الناس البروفيشنال دلوقتي وكلهم حبوا المجال وحبوا الجيم لأنه وصلهم للنتيجة اللي هم عايزين الشكل المثالي أو الشكل اللي هو يطلع فيه يؤدي دور مكنع للناس رمضان اللي فات الكل مبهر بشكل النجم ياسر جلال بس الناس اللي ما تعرفوش إن اللوق ده وراء مجهود كبير هنعرفون الكابتن وكمان هيقدمه إزاي في مسلسلة رحيلة ياسر جلال نفسه من أعظم الفنانين بالدراما في مصر وما يفيش ينقصه حاجة جسمه بنيانه قوي بشكله كويس بس كان عايز الشكل الدنياني اللي فيه نسبة رياضة بين أول الناس وشكل بسماني قوي وملامح حده علشان ده يلايق عليه جداً فالمسلسل اللي هو دخل فيه اللي هو أزل الرئيس بسم الله ما شاء الله حقا نجحت حايل كان قايم بدور يلزمه بشكل سمارت حد قوي جسمه بنيانه مقنع للناس ما هو حارس شخص الرئيس وحرصات خاصة حاجة قوية جداً فتعب جداً وتمرن بشكل عنيف بأوزان جامدة جداً اشتغلنا وتعب معايا وكان من أكتر الناس اللي بتسمع الكلام بصراحة وكاننا بنتمرن صفحة وبالليل واختفينا تماماً على الأنظار لمدة 3 شهور أو 4 شهور تقريباً وطلع باللوك الجديد ده واللوك الجديد اللي هو في مسلسل رحيم إن شاء الله أقوى وأكتر تقلق حتة شكل الرياضي لأنه الدور ملزم عليه أنه هو يكون بنيانه قوي قوي فهو بنيانه قوي مقنع للجمهور شكله هايل تعب على دوت تعالوا نعرف المفاجأة اللي محضرها الكابتن أبو الناجا مع النجم محمد إمام في شهر رمضان المفاجأة الكبيرة للناس كلها إن شاء الله سيزن الجاي في الفيلم بتاعه الفنام محمد إمام هيطلع بشكل هايل تقريباً فاندامي شكل مقنع جداً للناس عضلات هايلة أكشن هو اتمرن عليه فعلاً بجد بقى فايتر بيتمرن فيك بوكسنج بشكل رائع شخصية مختلفة تماماً حتى غير شخصية هيبقى فيها أكشن جامد مع كوميديا شكلها كويس